زي ما انتم شايفين يا شباب قدرت ان انا اعمل VBSRDB مجاني مدى الحياة على النظام وقدرت ان انا انزل عليه متصفح زي الجوجل كورون ومتصفح البراظا وبرنامج الو بي اس ستوري وتقدر ان انت تتنزل اي برنامج ال VBS سرعته كويسة جدا يقدر ان هو يحمل معاك ملفات ويقدر ان هو يرفع معاك ملفات ويشغل فيديوهات بدون اي مشاكل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين قناة مستر بيكا للمعلوميات اهلا وسهلا بجميع النهاردة ان شاء الله جايلكم درس جديد هو انشاء VBSRDB على الجوجل والميزة الجديدة فيه ان احنا ان شاء الله هنقدر ان احنا نسطب عليه برامج هنتعلم ازاي نسطب عليه اه اي برنامج احنا عايزينه بس يكون متوفر على النظام اسمه وده بيكون عن طريق الاكواد يعني هنتعلم ازاي ننصب برنامج او البرادة وانت تقدر بعد كده عن طريق المعلومة اللي انا هقول لك عليها هتقدر ان انت تشوف البرنامج اللي انت محتاجه متوفر ولا لا هنبدأ اشار حشان ما نطولش عليكم هسيب لك كل الرابط في هتبدأ تخش على المدونة دي وهتبدأ تنزل تحت بالشكل ده هتلاقي عندك الخطوة الاولى فتح هذا الرابط هنبدأ ندوس على بتاع جوجل ابدأ يعرض معانا الصفحة ده شباب لازم نكون مسجلين دخول بالجيميل بتاعنا وبعد كده هندوس على اكتب كلاوتشيل زي ما شايفين كده شباب بدأ ان هو يفتح معانا المربع اللي تحت ده هنبدأ نتكبره الشكل ده وهنتظر لما التحميل ينتهي تمام كده شباب هيحولنا ليه الصفحة دي هنرجع ليه المدونة مرة اقرأ وبعد كده هنبدأ نقش على الخطوة التانية قم بنسخ هذا الكوت في اسفل المقالة هنبدأ ننسخ الكوت ده من هنا نسخ النص وبعد كده هنيجي هنا هنعمل كنترول في وبعد كده هندوس انتر هيبدأ يطلب حاجة مني اسمها النيجروك ابدأ ارجع لمدونة مرة كمان وبعد كده هفش على الخطوة التالتة موقع هبدأ افتح الموقع بتاع النيجروك وبعد كده هبدأ عامل تسجيل بقول عن طريق حساب الجوجل بتاعي تمام كده شباب هبدأ بعد كده هفش على وهيبدأ يظهر معي التوكن بالشكل ده هبدأ عامل له الكوبي وارجع له وعمل كنترول وبعد كده هدوس انتر هيبدأ يطلب مني السيرفر اللي انا هشتغل عليه حسب الدولة عندك هنا الولايات المتحدة واوروبا وكذا دولة تانية هبدأ اخطار اول حرفين كده زي ما هو وليكن اللي هو وابدأ ادوس انتر حالينا شباب هو بيحمل الملفات بتاعة السيرفر ودي مش بتأثر عندنا في السرعة بتاعة الانترنت خالص كل ده بيكون على سيرفرات وجوجل تحميل مش هيخد معنا وقت هنستنى لحد ما التحميل ينتهي ونكمل تمام كده شباب ان البي بي اس كده اتعمل معايا طيب ازاي هبدأ اشغله هاجي بعد كده ليه المدونة مرة اخرى لازم عشان اشغل يكون معايا تطبيق اسمه هبدأ ادوس على اضغط هنا تمام كده شباب هيبدأ يفتح معايا الصفحة بتاعة موقع هبدأ ادوس على هيبدأ ينزل معايا فوق بالشكل ده هستنى لحد ما التحميل ينتهي تمام شباب بعد تحميل برنامج النومة شين هيبدأ ينزل معانا بالشكل ده هنبدأ ان احنا نسطب البرنامج هبدأ ادوس على وبعد كده هوافق على الشروط وادوس على بعد الانتهاء من تثبيت البرنامج هدوس على وابدأ ارجع على سطح المكتب هلاقي البرنامج نزل معايا تحت بالشكل ده البرنامج يفتح معاك بالشكل ده انه طبعا مش هيكون في اي سيرفر معاك او اي حاجة هتبدأ تدوس على كلمة هبدأ بيفتح معاك الصفحة دي هتيجي هنا عندي النام هتكتب اي اسم انت عايزوا وعندي بعد كده خانة هبدأ اخش تاني على هلاقي هنا عندي ادرس زي ما تشايفين كده شباب هبدأ ان انا اعمل له النسق على طريق ان انا هدوس اتنين كليك شمال بالشكل ده واجي على انه ماشين وادوس على كليك يمين واعمل بس هينزل معايا بالشكل ده هبدأ امسح اللي كان مكتوب وابدأ افض اللي هو معايا ده واكتبه هنا وبعد كده همسح وهمسح النقطتين اللي فوق بعض هيكون معايا بالشكل ده وبعد كده هدوس على هلاقي السيرور نازل معايا بالشكل ده اسمه مستر بيكا ببقى اخش عليه هبدأ يجيب للسطحة دي هدوس على اوكي هيطلب مني اليوزر نيم والباسورد اليوزر نيم والباسورد بيكونوا سبتين اليوزر نيم بيكون كلمة يوزر والباسورد بيكون من واحد لستة وبعد كده هقول له سيف زيز باسورد وبعد كده هدوس على اوكي هيبدأ يفتح معايا الصفحة دي هعلم على المربع ده وبعد كده هيعرض معايا شوية ارشادات هبدأ اعلم على المربع ده زي ما شايفين كده شباب انا البي بي اس اشتغل معايا هنبدأ نزبط شوية اعدادات فيه وننزل برنامج اليو جوجل كورون وبعد الجانة هنشرح ازاي نسبت عليه برابط هيفتح معايا بالشكل ده هبدأ ادوس على قايمة وادوس بعد كده على عشان ابدأ ازبط الحجم بتاع الشاشة هاختار الف متين وتمانين في الف اربعة وعشرين وادوس على وبعد كده هدوس على وبعد كده هدوس على وبعد كده شباب هبدأ ابتح صفحة من هنا بالشكل ده عشان ابدأ اسطل برنامج لجوجل كورون هبدأ انسل تحت كده هلاقي عندي هنا اكواة تلصيب جوجل كورون هبدأ انسخ الامر الاولاني كده وبعد كده هرجع لبرنامج في هبدأ ادوس كليك يمين واعمل وبعد كده هدوس على هيبدأ يحمل معاه بالشكل ده وخلاص كده هيخلص لما يجيب لي الرسالة دي هبدأ ارجع مرة اقرأ وادوس على التاني واعمل له نسخ وبعد كده هاجي اعمل له بسط. هيطلب مني الباسورد ده بيكون من واحد لستة اللي احنا عملناه او اللي هو ظهر معانا واحنا بنعمل هبدأ اكتب من واحد لستة طبعا الارقام مش هتظهر معانا بعد ما نكتب الارقام هندوس على انتر. تمام كده يا شباب حاليا هو بيقوم بتنصيب متصفح الجوجل كورون. خلاص كده المتصفح نزل معي هبدأ فيلم هنا وبعد كده هدوس على مربع البحس ده. وبعد كده هنزل على الانترنت هلاقي جوجل كورون تظهر معي بالشكل ده. تمام كده شباب احنا كده انتهنا من تزبيد الجوجل كورون. هنبدأ ازاي نعرف نسبت عليه برامج اللي قلنا عليها زي برنامج الاو بي اس والبراوزر بتاع البرابا. هنيجي هنا على المتصفح. بتاع الجوجل وهنبدأ نكتب انستول او بي اس استوديو. تمام كده شباب وبنتي. ده النزام اللي احنا بنشتغل عليه وبعد كده هنكتب كلمة بالشكل ده كده يا شباب. تمام كده شباب. هنا انا بقول له عايز انصب برنامج الو بي اس استوديو على النزام عن طريق الاوامر. هبدأ يزل معي كزا بحس بالشكل ده. هبدأ اقش مسلا على البحس الاولاني ده. هبدأ يفتح معي الصفحة دي. دولي هنا اول حاجة خش على وبعد كده يفتح اللي هو الصفحة اللي قدامنا ده شباب بتاعة الترمينال. ويبدأ اكتب كل اللي مكتوب ده. انا كل الاجوات الاكوات دي مش مهمة معي. انا هشتغل على اخر كودين عشان اسططى برنامج الو بي اس. هيجي هنا عند بالشكل ده. رو اعمل نسخ. وبعد كده هدوس على باست. هتلو مني الباسورد هكتب الباسورد. حاليا هو كده يا شباب اللي افتيار بتاع او الامر بتاع السودو اي بي اخر واحدة بالشكل ده كده يا شباب. هعمل لها برضو سي. وابدأ افتح الترمينال وادوس على باست. وادوس انتر. تمام كده يا شباب هو كده بيحمل هنا بيقول لي انت متأكد ان انت عايز سيعمل له انستول حرف الواي يعني ياس وحرف الان يعني ان هو هادوس على حرف الواي وادوس على انتر. حاليا هنا كده هو بيعمل انستول لو بي اس استوديو. تمام كده يا شباب انتهى من عمل تنصيب ليه البرنامج هبدأ برضو كدوس على مربع البحس وبعد كده هبدأ اكتف في مربع البحس او بي اس هلاقي البرنامج نزل معايا بالشكل ده. قدر ان انا اشغاله واستخدمك كل الثولة بدون اي مشاكل. طيب. هنيجي بعد كده ليه متصفح هنيجي طبعا هنكتب نفس الامر ده بس هنشيل اسم البرنامج بتاع الاو بي اس استوديو ونبدأ نكتب اسم البرنامج اللي احنا عايزينه وانت شوف البرنامج اللي انت هتشتغل عليه واكتب اسمه كده فلوس انضى. عندي هنا المعلومة دي هبدأ ان انا هكش على الصفحة دي. هنا بيقول لعشان تسطب متصفح البراظة على الديبان هتبدأ تكتب الاكوان دي. هبدأ انسخ الكود الاولاني. وقش على الترمينال. واعمل له بس. وادوس يس. تمام وبعد كده هاجي على الامر التاني. هبدأ انسخه برضو. وهبدأ اعمل بس في الترمينال. تمام يا شباب وبعد كده الامر التالت برضك. هبدأ ان انا انسخه. تمام يا شباب وبعد كده هنسخ. انسخ. وبعد كده هنسخ السور. السورو اي بي تي انستول براوزر. تمام كده شباب هدوس على عشان يسبب المتصفح معايا. خلاص كده شباب هبدأ هتأكد ان البرنامج نزل معايا هبدأ افتح مربع البحس. وبما ان هو متصفح زي ما شايفين كده نزل. هخش على الانترنت هلاقي البروزر ونزل معايا. وعندي الجوجل كروم. ونزلت برنامج الو بي اس. نبدأ نسحب البرامج بتاعتنا على سطل المكتب. ازا ما انتم شايفين يا شباب قدرت ان انا اعمل في بي اس ار دي بي مجاني مدى الحياة على النظام وقدرت ان انا انزل عليها متصفح زي الجوجل كروم ومتصفح البروزر وبرنامج الو بي اس استوديو. وتقدر ان انت تنزل اي برنامج زي ما انا شرحت في الفيديو. الفي بي اس سلعته كويسة جدا. يقدر ان هو يحمل معاك ملفات ويقدر ان هو يرفع معاك ملفات ويشغل فيديوهات بدون اي مشاكل. لو انت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان تتابع كل جديد وما تنساش تسيب التعليق اللي ليه بيك ونتقابل فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة